السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم والله شباب اليوم رح نشرح كيف تاخذ كشف حساب من تطبيق البنك الاهلي فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شاب جدا بسيطة كل اللي عليكم تسونا تفتحون حسابكم في البنك الاهلي فبتفتح معكم هذه الواجهة كل اللي عليكم تسونا من هنا تروحون على خيار الحساب الجاري هذه الايقونة وبعدين من هذه الواجهة بشكل مباشر تروحون على خيار خدمات اخرى وهنا تروحون على خيار الكشوفات الإلكترونية فهنا بيظهر معاكم خيار كشف الحساب بشكل شهري تختارون الشهر اللي تبعونا فراح نختار مثلا شهر إبريل كل عليكم تسوينا تضغطونا على هذه الأيقونة وبعدين تقدرون ترسلونا عن طريق الواتساب أو تحفظونا عندكم مثلا في جوجل درايف فراح أرسل مثلا عن طريق الواتساب راح أرسله لحسابي بالواتساب من هنا نضغط إرسال كذا لو تلاحظون الآن موجود عندنا كشف الحساب هنا نقدر نضغط عليه راح يبين معنا كشف الحساب بشكل كامل فلو تلاحظون الآن موجود عندنا ملف نقدر نضغط عليه بعدين تختارون مثلا سامسونج نوت راح يفتح معاكم ملف بكل سهولة أيضا يشاف في عندكم طريقة ثانية أنكم طلعون كشف الحساب مثلا لمدة ثلاثة شهور كل عليكم تسوينا ترجعون للخلف بعدين هنا تروحون على خيار أحدث العمليات تضغطون إظهار الكل ومن هذه الواجهة تروحون على خيار تخصيص وهنا تحددون الفترة اللي تبعونا راح نختار حسب الفترة وهنا نحدد آخر مثلا تسعين يوم وهنا تحددون العملية راح نختار الكل وهنا نوع المستفيد برضو الكل وبعد كذا نضغط على عيقونة الحفظ هذه فكذا راح يظهر هنا عندنا جمال العمليات تقدرون تضغطون على هذه العيقونة وبعدين تضغطون على خيار تحميل راح يتم تحميل كشف الحساب لمدة ثلاثة شهور فهذه كانت طريقة بكل اختصال لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلام